حفل الخطاب السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه لدى تفضله بافتتاح دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب حفل بمضامين راقية ورسائل تنموية وحضارية عديدة أبرزت رؤية جلالته الثاقبة والحكيمة لتعزيز مسيرة الإصلاح والتحديث والتنمية المستدامة ودعم وتمكين الشباب البحريني بالنظر إلى ما تشهده البحرين من إنجازات طيبة وبحماسة وطنية عالية لأبنائها وبناتها الكرام فأن ذلك يجعلنا فخورين بوطننا العزيز ومواطنيه الأوفياء الذين ضربوا أروع الأمثلة في العطاء والبذل لصالح الوطن نظرا لما تمثله أهمية الاستثمار في الشباب تحمل التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه العديد من المضامين الراقية والرسائل التنموية لدعم وتمكين الشباب البحريني المبدأ باعتبارهم ثروة الحقيقية للوطن ومستقبله المشرق ومن طلق إيماننا من أبنائنا وبناتنا من الشباب البحريني المنجز والطموح مصدر ثرائنا ورهاننا المضمون للمستقبل الواعد فقد جعلنا مسألة تمكين الشباب أولوية وطنية لتحفيز مشاركتهم الفعالة كقوة عمل وبناء تساهم في التطوير الإيجابي لنهضتنا الوطنية وفق أهداف التنمية المستدامة بمسؤولية وتكافؤ حقيقي وفي إطار التقدير الدائم لأهمية دور الشباب البحريني المنجز والطموح ومشاركتهم كقوة فاعلة في مسيرة النهضة الوطنية المستدامة أنشأ جلالة الملك المفدة صندوق الأمل لدعم المشاريع والمبادرات الشبابية ووجه جلالته بإشراف سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب على هذا الصندوق ومتابعة دوره في تنمية طاقات الشباب وطموحاتهم وابتكاراتهم في إنشاء وتملك الأعمال والشركات وتحفيز إنجازاتهم وإبداعاتهم في مجال حقوق الملكية الفكرية من براءات الاختراع والعلامات التجارية والصناعية وحقوق الامتياز وغيرها من المجالات التنموية والاستثمارية وقد أمرنا لهذا الشأن ممثلنا للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب ابننا العزيز سمو الشيخ ناصر بن حمد بن عيسى آل خليفة بمتابعة تأسيس الصندوق والإشراف على أعماله مع تطلعنا بأن يحظى هذا المشروع الواعد باهتمام وتعاون السلطة التشريعية لينطلق محققاً لأهدافه على طريق النجاح والإنجاز إن مملكة البحرين بقيادة صاحب الجلالة الملك المفدى ودعم الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ومؤازرة صاحب السمو الملكي ولي العهد ماضية في برامجها ومبادراتها الطموحة لتنمية الموارد البشرية وإعداد وتأهيل الكوادر الشبابية المبدعة ومواكبة متطلبات الاقتصاد الرقمي بتبني وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاعات الانتاجية والخدمية واستثمار علوم الفضاء والطاقة الذرية في الأغراض التنموية في إطار تعاون البناء مع السلطة التشريعية وشركة مع القطاع الخاص في تهيئة المناخ الاستثماري أمام توفير فرص نوعية للمواطنين وتدعيم التطلعات الوطنية في التنمية الشاملة وتنويع مصادر الدخل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر